اهلا بحضراتكم بعد الفاصل ومعانا زي ما قلت في التقديمة نجم من نجوم النادي الاهلي واللي حقق انجازات كتير جدا في النادي الاهلي والحد دلوقتي هو موجود مع ابناء النادي الاهلي وبيحب الكيان وهنا اللي تربى في النادي الاهلي مقدرش ينسى الكيان ابدا اهلا بك يا ردا كبيب يا كابتر رب انا خليك اهلا برك ايه تمام تمام والله الحمد لله ايه حكاية بقى انك تروح نادي وتسيب نادي وبتاعه وانت قلتلي في التقديمة ان بساعات بيجبروك انك مش عاوزين يمشي على النظام فبتسيب النادي وتمشي ايه الكلام ده يعني كابتن في البداية الموضوع مش في الكرة في مصر عموما عندنا مشاكل كتير اه في مشاكل من ضمن المشاكل ان انت بتختصر المشكلة كلها في ان المدير الفني يتغير النتيجة او الندير المدير الفني يتغير اه وطبيعا ان عامل الوقت مهم جدا طبعا عامل الوقت مهم جدا لأي حد بيشتغل في اي مهنة مهم جدا عشان تحقق انجاز او تحقق نتيجة لازم تاخد وقت طبعا ده مش موجود للمدير الفني اساسي وفوض المدة تبقى دي ايه لتوليها المدير الفني لحد ما يبان شغله شهرين ثلاث شهورة على حسب الفرقة برضو يا كابتن في حاجة بتحكمك انت النهار ده انا رايح على فرقة موجودة اه ولا انا رايح على فرقة ها كونها من الاساس مش انت بتختار النادي اللي بتروحه ولا ولا بتيجي بالصدر ما انت فيه مدربين بيروحوا في نص الموسم الفرقة هنا الاختيار مبقاش بفق ديك طبعا دي ليها وقت عشان يحصل انسجام وعندك لو انت بتكون فرقة من اول الموسم محتاجة وقت عشان يحصل انسجام انت بتجيش ريلاعي هكذا يستحضر معهم فترة الاعداد هوية متغيرة حاجة تانية انت النهار ده كمجلس ادارة بتجيب رضا ليه هوية انه عايز يلعب بطريقة معينة لازم اللي بعده يبقى ماشي بنفس السيستم عشان تعود اللاعبين احنا بنغير خالص يعني بنغير افكار مدربين مختلفة تماما هل بدرب تبقى مسؤولة في الحتة ديك اه طبعا لانت بالنهار ده بتغير هوية اللاعب في سنة واحدة هو نفس اللاعب بتغير له من شغل دفاعي بحت لشغل هجومي بحت انت بتلعب حسب امكانيات لعبتك اه ولكن فيه مدربين لا فيه مدربين بتلعب على السيستم اللي هي عايزاه حتى لو لعبتي مش مناسبة طيب انا سبقت الاحداث شوية لك بقى عاوز ارجع لورة شوية كده حبيب انت كنت في المنصورة طبعا بدأت كورا وانت سنك كم سنة في الشارع 10 سنة 12 سنة 11 سنة 11 سنة تلعب في الشارع كده وبتاع اه لا في الشارع قبل كمان الاول ما يعني حطيره بدأت تتوقف على رجليك بتلعب في الشارع كان ليك فرقة موهنة في الشارع اه لا يعني صحابي مع صحابي في مع صحابك مالكش فرقة لا ما كانش فرقة ولكن بعد كده بقى بقى فيه كانوا دايما في الارياف وكده بيعملوا حاجة اسمها دورات بين ال يعني كل مجموعة بيلعبوا بعض موهنة كان بيحسر الكلام اه في خاهرة برضو كان بستتبقى في الشارع احنا عندنا في ملعب شوية اه فكانت الامور بالنسبة ملعب نجيلة ولا برضو لا ملعب لا مش نجيلة طبعا اه اه انما كانت فكرة ان انت تروح نادي كانت صعبة جدا مش مش مرحبة او ان انت اه متدلع يعني متدلع او انت تلعب كرة في التوقيت ده كانت دلع يعني ايو ايو ما كانش حاجة طب انت كنت شاطر في المدرسة او هلأ كنت نص نص اه الحمد لله نبغى يعني اه لا مش للدرجات اه احنا كنت انا كنت مركز في كرة اوي اكتر اكتر من اه جدا هل الاسرة كانت مساعدك انك تنزل تلعب في الشارع ولا كانوا بيخافين ولك لا الدرسة الاول بعد جدك كرة لا بص انا انا ولد على ست بنات ما شاء الله فدلع السنين يعني ما شاء الله ولكن في وسط الدلع ده اه كان والدي يلا يرحمه اه يعني انت واحد على ست على ست بنات اه 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 جات على نتيجة ستة واحد اه بالضبط جدا اه مجالتش مقصودة وقتها جيد لا 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 ما هي جات كده اه فانا والدي يلا يرحمه كان عنده حتة اهوة بيحب كرة جدا اهلاوة لازمالك جدا اهلاوة جدا اهلاوة من الاهلاوية اللي بيجي الاستاد دي بيته قبله بيوم كمان اه عم يتفرجوا على حضرتك وكابتال خطيب بيجي من المصورة اه طبعا اه ويجي بات ويتفرج على الاهل اهلي ده كان بنسباله حاجة كبيرة جدا ونعمل زي مقلسوم زمان في الحفلات ايوة بالضبط كده كان نفس الفكرة فوالدي كان يعني يحب الاهلي جدا اه هو بدأ يحس يعني بدأت الناس تقوله ده هو لعيب كويس نم هالك نمى هو كان شايف انها لعيب عادي اه مش الناس بتقول عليه او انت او يعني دي غريبة جدا في التوقيت اللي احنا فيه ده اللي دايما انت شاف الاب يشوف ابنه دايما لعيب كرة كويس وممكن يكونوا ولد مش عحسك ده العكس بقى اه معاوزين محمد صلاح كله بقى عز محمد صلاح والدي كان لأ كان فكرة ايه ان هو كان لعيب كرة ان الناس كانت تحكيلي اه اصحابه كده كان لعيب كرة جامد اوي في المنصور بيلعب في نادي المنصور لا في البلد بس في البلد مش في مرحش ما خدهاش في نادي يعني مم فكان تقييمه دايما ليا كويس ده لعيب كويس والناس تقوله لا ده لعيب كويس اوي ومش عارف ايه ولازم يروح وهو ماشي وبعد كده هو قرر ان انا روح لعب في نادي المنصور هو اللي قرر ولا في ناس شافيتك قلت لك لازم تروح تلعب لا هو اللي قرر هو اللي قرر قالك ايه بقى وكانت النية هنا ودي حاجة تحترم جدا يعني لازم كأب تفكر دايما في ولادك لا فكر انت عاوز ابنك احسن منك اه بالضبط فهو كانت فكرته في وقتها ان مش عايز ان انا بعنده وقت فراغ ان انا استغله في حاجة غلط او ان انا دماغي كولد لسه صغير فابدأ افكر في حاجات لا والدلوع بقى على ست مانات اه بالضبط فابدأ يفكر ان ايه اللي ممكن اشغله وقته بايه يبقى دراسة مع كورة مع انها ينام خلاص ما عندوش وقت يعمل ما عندوش وقت تاني ما عندوش وقت يعمل في حاجة وانا عشان تلعب كورة في زمان تمشي قد ايه وتروح بوصلات قد ايه وكان فيها بهدلة اه معاناة اه معاناة ان تروح تشتغل كده وانت صنك صغير كمان كان الموضوع كان صعب جدا واندك ازاي بقى كان وقتها كان وقتها كان وقتها كابتن حسن مجاهد نادي الحصور على ارحمه وكان في بلدي نفسها كابتن ياسر تحسين وده قارية المغزن قارية اه بلد احمد علي والباكريت بتاع الاهلي واحمد رمضان بكا اه طبعا فدول من نفس البلد يعني اه ففكرة ان انت تروح تمارس وتلعب دي كانت صعبة ولكن هو اصر عليها كان عندي بقى كابتن ياسر تحسين وكابتن داود ناصر يبالعب في الدرجة الاولى في المنصور طبعا انت كنت تروح من القرية بتاعتك لحد النادي موصلات في ايه وقت لا هو مبدأ انت في عشر كيلو بتاخدهم ريح جاي يعني دول سبتين على رجلك اه على رجلك طبعا لازم عشر كيلو اه يدي اللي خدت عنك التحمل بقى بص يا كابتن انا بشوف ان الحاجات الصعبة دي اللي بتعلمك اكيد طبعا يعني ما فيش حاجة سهلة بتجي بتعلمك حاجة لا 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 خالص الصعوبة في القصة هي اللي بتعلمك عشان انت حابب حاجة تعتمد وحابب حاجة بالظهر اه اه فكانت فكرة اني تيمشي عشر كيلو رايح يعني عشر كيلو وانت رايح وعشر كيلو يدو ترجعهم بعد التمرين دا خلاص بقى دا اداد دا بتعمل فترة اعداد يا رجل اه حاجة صعبة جدا كانت معاناة طبعا ولكن حد من الاسرة كان بيروح معاك ولا انت اللي كنت بتخدر لا كنت بابدأ في البداية او في الاول بعد كده كبرت بقى شوية خلاص بداية انا اتعامل طيب هل كان فيه لعيبة صغيرين بلعبوا معاك راحوا نادي المنصورة وبقى ليهم اسم اه لا انا فيوقتي راح معايا ناس كتير جدا ولكن انا الوحيدة اللي كملت شفت شيء كنت شايف فيهم انه ممكن يبقوا لعبة كويسية طبعا اه كان فيه ناس حسن مني بكتير كمان اه طبعا ولكن هنا انت بيجي لك وقت يتزهق يعني انا زهقت في وقت ملاوات من الصفر وا 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 وبعدين انا وانا صغير قوي ما انا عندي 15 سنة انا عايز على عبدالراج اول اه كان عندي اه وبعدين الطموح ده قلب ان انا بدأت اتدايق انا انا مش عال عبدالراج اولا ولا ايه اه فقلت خلاص مش هروح النادي تاني اول مدرب قبلك في نادي المنصورة كمين كابتن محسن عبدالغفار وكابتن محمد البابلي دول اول اتنين اختارون محمد البابلي سأقبلوك ازاي اه كان اختبرات وبعد كده هما اختاروني يعني من الاختبرات اه من الاختبرات يعني ما جاش كده بواسطة وقالك تعالي لا لا خالص خالص انا نزلت خالص عادي فهم اختارونا احنا كنت انا وناس من نفس القرية فاختارونا احنا كنا تلاتة اختارونا وبعد كده العلاقة تحسنت بقى مع الاستمرارية الوقت والحاجات دي بدأنا الحمد لله نبقى مميزين يعني وبدأ كابتن محمد البابلي طبعا رجل اه طبعا محترم جدا جدا انت شاف الاختبارات دي يعني عاوز اقولك ايه هل دي ظاهرة صحية ان يختار من ضمن خمس تلاف وست تلاف الاختيارات زمان غير دلوقتي اه بالزبط كده هل ده صح اللي زمان كان صح احنا احنا قلت لحضرتك احنا زمان كان هو الصح مع المفروض احنا بنطور بس احنا حاليا مش بنطور احنا حاليا موضوع داخل في بيزنس اكتر منه ان انا بدور على موهبة دخلت نادي المنصورة دخلت نادي المنصورة وكان سنك عشر سنين والاحداشر حداشر سنة حداشر لعبت مناشئين صغيرين لعبت كل بقى الاعمار يعني كنت بالعب في السنة بتاعي والسنة الاكبر والاكبر كمان اه يعني محش النادي الصبحية من بالر يا بالزبط كده كنا بنلعب في كذا مسابقة وصلت خمش عشر سنة قررت ان انا مش هروح تاني قررت مرة واحدة كده تعبت من السفر والمشوار فوالدي قال لي ما افرلكش اي حاجة خلص الامور صعبة جدا كانت صعبة ماديا في المنصورة ما كانتش افضل عاما مكانت دي سنت كام اه كام خمسة وتسعين خمسة وتسعين ستة وتسعين من فترة الناشئين ايو ايو فقررت ان انا قلت لا مش هروح فوالدي يا الله يرحمه هو اصروا خدك لا يتدايق جدا واصر ان انا روح تاني هو الاصر صراح فرجعت تاني لما رجعت تاني عشان يصلحوني بقى فقالوا يا خلاص انا لعبك في العشرين سنة ده المكافأة كبيرة تحت الدرجة الاول من الخمسة كان عمد 16 سنة هتتمرن مع العشرين سنة هتقولوا انت بميش حلو ده تبقى قريب من فريل اول يعني ياخدوها بنية ان انت لعبك وايس طب هما سابلوك ازاي بعد ما بعدت فترة عدت فترة هدي بايد هناك نادي المنصول اقطع انشان كان حاجة مميزة جدا جدا وانس مخترمة جدا في الاخر بيتعاملوا معك ابنهم وطبيعا ان ده يحصل منك نعم بص يا كابتن انا تعلمت ان انا لما لعب يغلط مش لازم اقطع رابته لا طبعا لازم تعرف انت في السن ده هيغلط بالزبط كده اعرف ازاي اجيبه تاني انا رجعت ولا اي حاجة ولا اي حاجة بالعكس يعني كمان طيب انت عايز ايه احنا عايزين كذا طيب اديني فرصة في العشرين شايفين فيك انك لعب كويس بالزبط كده شايفين انت لعب كويس لعبت من العشرين سنة عملت مشارات هايلة اكبر مني دوري بقى دوري المحافظة دوري المحافظة المحافظة اللي كانت دوري جمهورية جمهورية عملت مشارات كويسة جدا فالسنة بتخلص رحوا مطلقيني درجة اولى سنة 98 بعدها السنة يعني انت بعد ما اطعت فترة طويلة رجعت لعبك عشرين سنة عدت السنة وطلقت درجة اولى سنة الدرجة الاولى كان باي اخر موتش في الدوري سنة 98 كان التحادس كان داري اشتركوا في القناة